تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وخمسة ألاف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون ومائة وواحد وثمانين ألف شخص وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وثلاثة وسبعين ألف شخص